وقال لواء أركي الحرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة أسيوت أحمد المنشاوي بحضور عدد من قدرة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي جامعة أسيوت يهدف البرتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمي والبحثي لمواكبة تطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من كفة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المسمر في شتى المجالات